السلام عليكم متابعين ومتابعين قناة علم الزراع وهذه الحلقة الجديدة من كلمات زراعية بالإنجليزية كلمتنا وصلاحنا لهذا اليوم له علاقة بالإنتاج الحيواني فالمعنى باللغة الإنجليزية lamb fatening والمعنى باللغة العربية هو تسمين الحملان أو الجديان وعادة عملية التسمين تتم بعد فطم الحملان وذلك بعد رضاعتها لمدة تراوح ما بين 45 إلى 60 يوم وتكون في هذه المرحلة وصلت إلى وزنة تراوح ما بين 16 إلى 18 كيلو فتتم عملية التسمين بطريقتين الطريقة الأولى التسمين على الأعلاف الخضراء أو داخل المراعي الخضراء حيث يوضع ثلاثة حملان في الدنم الواحد تتغذى على أعلاف الخضراء طوال فترة التسمين التي تتعدى الست شهور تصل إلى سنة واحدة أعلاف الخضراء مثل البيجا الشعير الفصة المعمرة والبرسين فهذه العلاف الخضراء غنية بالبروتين وجيدة لعملية التسمين نلاحظ أن الزيادة الوزنية في وزن الحملان حوالي 200 إجرام لرأس الواحد في اليوم هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية وهو التسمين داخل وحدات التسمين على الأعلاف المركزة بشكل كامل لا تتغذى على الأعلاف الخضراء أو داخل المراعي حيث تقدم احتياجاتها من العلاف المركزة داخل وحدات التسمين هذه الطريقة أفضل وأسرع في الوصول إلى الوزن المطلوب والملغوب هو حوالي من 60 إلى 65 كيلو إجرام للحملان خلال فترة 6 شهور حيث تلاحظ أن الحملان تزداد يوميا ما بين 250 لبتين و70 إجرام للرأس الواحد يوميا مع مراعاة أن تكون التغذية على الأعلاف المركزة بشكل تدريجي تبدأ من 20% ما تنتهي إلى حوالي 70% في نهاية مرحلة التسمين إذا عجبتك هذه المعلومة وهذا المصطلح الجديد فيسعدني الانضمام لقناة علم الزراء وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد كان معكم المهندس مالكو باربيت قناة علم الزراء